طيب زي ما قلنا احنا كده نكون راجعنا مع بعض الدروس اللي هجينا ان شاء الله في المتحان ورجعناهم راجعة سريعة باذن الله وزي ما قلنا وقفنا لغاية درس التعاون. آآ وبعد كده كان بعد درس التعاون اللي هو درس العلم. وعرفنا ان ايه هي اهمية العلم ولربنا فرض العلم آآ على كل مسلم. وربنا جعل العلم فريضة زي ما قلنا للانسان عشان يتعلم ويجمع ما بين علوم الدنيا وعلوم الدين. طعيب. وبرضه من ضمن الاسئلة في المهمة في آآ درس العلم اللي هو ما هو منهج العلم في الاسلام. زي ما قلنا الجامعة ما بين علوم الدنيا وعلوم الدين. وقلنا برضو ان آآ الى ما يستند الاسلام في منهج العلم بنستند ايه في المنهج العلمي بتاعنا? قلنا بنستند الى الضليل العقلي في الاول آيات القرآني. وانا في بعض الاديان بتستند الى ايه؟ زي الشيوعية بيستندوا الى ايه مني فكرني؟ ايه؟ 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 بيستندوا الى آآ عندهم فكرة عدم وجود آآ ربنا سبحانه وتعالى. انكار بيستندوا الى الاعتقاد البشري. يعني احنا الاعتقاد بتاعنا او يعني العلم بتاعنا قائم على الاعتقاد السماوي. هما الاعتقاد بتاعهم مجرد اعتقاد بشري. قائم على انكار وجود ربنا. يعني بيونكروا وجود ربنا. قلنا ايه هي اول آيات انزلت في القرآن بتدعو الى العلم؟ مين يقول لي اول آيات انزلت في القرآن تدعو الى العلم؟ اقرأ الانسان من علاق. اقرأ ربك الى العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علاق. اقرأ ربك الى العلم. يبقى اهم نقط في الدرس ده معنا ان زي ما قلنا العلم منهج اسلامي يجمع ما بين علوم الدنيا وعلوم الدين والعلم له العلم لا جنسية له ولا عنصرية. يعني ما فيش مثلا بيميز ما بين علم اوروبي او علم عربي او علم امريكي او مثلا علم للرجال او علم للنساء. كل دول كلهم بيتحطوا تحت مسمى العلم ما فيش جنسية او منصرية. طيب وقلنا ايه هو المنهج العلمي في الاسلام هو الجمع ما بين علوم الدنيا وعلوم الدين ده من اهم الاسئلة. وطيب وايه هو اللي بيستند عليه الاسلام في منهج العلم? احنا لما بنيجي نستند على اي دليل في العلم بنستند على ايه? بنستند على الدليل العقلي والآيات القرآنية. طيب. الدرس بقى الاخير معنا او الدرس التالت. المفروض ان احنا نقضي النهاردة اسمه الحرية المشروعة. قبل ما ندخل في الدرس ده حتى عنده اي سؤال في الدروس اللي فاتت او في الامتحانة عمومة? درس النهاردة ان شاء الله بيكلم عن الحرية المشروعة. الحرية المشروعة. هنتعرف على مفروم الحرية في الاسلام. وايه هي انواع الحريات التي ضمنها الاسلام للانسان. يعني مش كل حاجة الانسان او كل حاجة اه حد ممكن يقول عليها ان هي حرية. لا فيه حريات بتبقى حريات مشروعة وفيه حريات لا تسمى آآ بالحريات لانها مش تحت نمط آآ او مش الاسلام هو اللي بيسطن بتقنع عشان نضمنها كحرية مشروعة. وفيه ايات واحديث بتدل على ذلك نعرفها مع بعض. طيب اول حاجة بيقول لنا سبق الاسلام. سبق الاسلام في تحرير الحريات. ان تاريخ البشرية كله يؤكد ان الاسلام وكتابة القرآن الكريم هو اول وثيقة عالمية اعلنت حقوق الانسان منذ اكثر من اربعة اربعة عشر قرن. يعني وفيش حد اول من بدأ تحدث عن حرية الانسان وعن اه عن اي حاجة بتخص حرية الانسان كان الكرآن الكريم والاسلام. واعلن ده كان اول وثيقة عالمية بتضمن حرية الانسان. واول حاجة اعلنت حقوق الانسان منذ اكثر من اربعة عشر قرن. واكدت مبادئ القرية والمساواة. القرآن الكريم كان اول حد تحدث عن حرية الانسان وعن المساواة ما بين الناس فلا طبقية ولا عنصرية ولا جنس. يعني ما كان بيميز ما بين ما كانش بيميز ما بين يعني ما بين زكرة او انسة وما بين ابيض او اسود. لا كان بيضمن حرية الطبقات كلها. وقد كفل الاسلام للأفراد الحريات الانتية قبل ان تعرف اوروبا الثورة الفرنسية التي نادت بالحرية والاقاء والمتوى للبشر. يبقى اول حد تحدث عن الحرية كان ايه كان الاسلام. وذكر لنا آآ انواع الحريات او مفهوم الحرية او طبق الحرية كان الكرآن الكريم. ودي كانت اول وثيقة عالمية بتطبق آآ بتطبق مظاهر الحرية ومتدي الانسان حقه. واول وثيقة عالمية اعلنت حقوق الانسان اللي هو ايه الكرآن الكريم. قبل ما اوروبا تدعو الى الحرية. آآ من سنوات اللي هي قبل ان تعرف اوروبا الثورة الفرنسية. كان الاسلام تحدث عن هذه الحرية. يا ريت ما حدش يخرج. عشان ببقى لسه ما خدش. ايه بس. كريم بتاع الخضوط. مانتش يخرج ابو من خلق. يبقى اول حاجة عرفناها ان الاسلام هو اول اللي تحدث عن الحرية وده كان عبارة عن او انزل فيه الكرآن وده كان اول وثيقة عالمية تحدثت عن الحرية اللي هو ايه الكرآن الكريم. عن جابر ابن عبد الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ألا لفضل العربين على عجمي ولا لعجمين على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أطفال. يعني مفيش فرق ما بين واحد أبيض واحد أسود ولا واحد أجنبي واحد عربي عند ربنا. كلهم سواسية عند ربنا. الفرق ما بينه في التقوى والعمل الصالح. إيه اللي بيخليني أبقى فرقة عند ربنا او في حساب. إن انا مثلا الاعمال بتاعتي. إن ده بيصلي وده ما بيصليش. ده بيقرأ كرآن ده ما بيقرأش. ده بيتعلم من علوم وبيفيد بها غيره. ده ما بيتعلمش. هو ده الفرق ما بيني. أو هو ده الفضل. أو آآ المقارنة ما بيني ما بين أي حد تاني. لكن بال بالأسود وبالعجمي والعربي. أو ما بين آآ آآ الفقير والغني. كل دول آآ ربنا ما بيفرقش ما بينهم. الحاجة الوحيدة اللي ربنا بيفضل بيها الإنسان على الآخر. هي ايه? التقوى والعمل الصالح. يبقى لا فضل اللي عربي على أعجمي. إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهنا بيقول لنا فضل هنا يعني ميزة. ميزة. ما فيش ميزة ما بين عربي وأعجمي. أو أبيض واسود. إلا بايه? إلا بالتقوى اللي هي الخوف من الله. أخاف من ربنا في ثور كتير. أو زي ما قلنا زي الصلاة والعبادة. هو آآ أعمل كل الأعمال الصالحة اللي ربنا بيرضاها عشان آآ ربنا يدخلني الجنة. غير كده أبقى أنا ما مخافش من ربنا. يبقى التقوى اللي هي ايه? الخوف من الله. يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن العباد أمام الله تعالى سواه. فلا تمييز بين واحد وآخر لجنسه أو للونه. وإنما التفضيل يكون بتقوى الله وقربه من الله انا ربنا هيميزني ما بين ما بيني وبين اي حد تاني من صحابي بتقوى الله مش هيميزني بان انا مثلا انا استقنا اجنبي وهو عربي فكده ربنا هيفضله هو الاول لا الفرق ما بينكم وبينه انهي واحد فيكم بيتقي ربنا اكتر يبقى لا فرق بين عربين ولا اعجمين الا بتقوى الله وقربه من الله طيب ايه هي بقى الحرية الدينية احنا قلنا ان الاسلام هو اول حد تحدث عن الحرية واول حاجة بتثبت لنا ان ربنا ما بيز ما بين شخص واخر غير في التقوى والعمل الصالح فقط طيب حرية العقيدة هنتكلم عن اول حرية دينية وهي حرية العقيدة ان كل واحد اه يتمسك بدين معين اه يعني هنشوف بقى كل واحد اه ايه هي اه يعني ينفع ان انا مثلا اكون اه اتخذ دين الاسلام او ان انا اتخذ دين المسيحية دي حرية في حرية في الديانات او لا يقرر الاسلام انه لا يجوز ان يرغم انسان على ترك دينه يعني ينفعش ان انا ارغم او اكبر او اكره انسان على ترك دينه ربنا اللينا في القرآن لا اكراها في الدين قد تبين الرجل من الغيب يعني ربنا نزلنا الاسلام و اه نزل رسله عشان يأمروا الناس بعبادة الله ويعرفوهم ايه الصح و ايه الغلط وان المفروض ما نشركش بالله والمفروض بناه الاسلام ده هو الدين الاساسي بتاعنا وان الاسلام ده هو الدين الصحيح و ايه يأمرهم اه بعبادة الله وحده ولا نشرك به شيء الانسان بقى عاوز يأسلم و عاوز يمشي في الطريق ده هو حر مش عاوز لا اكراها في الدين قد تبين الرجل من الغيب يعني ربنا بيننا الهدى من الضلال لكن هيبقى ليه جزاء بعد كده اللي هو ايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اللي هيكفر بالطاغوت اللي هو الطغيان يعني اي حاجة بتضل الانسان عن طريق الحق ويؤمن بالله فقد استمسكه بالعروة الوثقة لم في صاملة وقلنا هنا ان العروة ان هو ما يستمسك به الانسان ويستعصم به والوثقة وهو الشيء المحتم لم في صامة لها يعني لم قطاعة لا يبقى لا اقراها في الدين ربنا لا يجوز ان يرغم انسان على ترك دينه وقلنا الرجد هنا يعني الهدى والغاية اللي هو الطلال ثمانية وسط غاية اللي بيستقبل الشير قلنا هنا العروة ان هو اي حاجة بيتمسك بها الانسان في الدين بتاعه والوثقة هي حاجة اللي هو زي الشيء المحتم لم في صامة لها يعني لم قطع لها تب ايه معنى الآيات دي يبين الله تعالى انه لا اكبار لأحد على الدخول في الدين لانه لان الحق قد وضح وظهر بالآيات الباهرة كما عرف الضلال فمن اهتدى الى الايمان وكفر بكل ما يضغى على العقل وبصره من عن الحق يعني ايه يعني الاسلام زي ما قلنا وضح لنا طريق الخير وطريق الشر وطريق الهدى وايه هو جزاؤه وطريق الضلال وايه هو جزاؤه والانسان والانسان هو اللي بيختار الطريق بتاعه كما انتمسك بعروة يعني زي ما يحد مثلا يتمسك بعروة متينة تمنعه من الوقوع فيه هو يعني في حفرة صحيقة فده ربنا سبحانه وتعالى كده يبقى انقذه من الوقوع في هذه الحفرة يعني معنى الكلام ان انت اللي بتختار الطريق بتاعه اذا كان الطريق ده طريق انت عايز تمشي فيه طريق خير وعارف ان الطريق ده هيوصلنا لحاجة كويسة زي الجنة او ان انا اخطاري الطريق الثاني واهوي به في حفرة ومستلنا اللي بيتمسك بالعروة الوسقة ده زي اللي هو ايه تمسك من الوقوع في هذه الحفرة الصحيقة والله سميع لما تقولون وعليم بما تفعلون وفي الاخر ربنا عارف كل انسان بيعمل ايه من خير او من شر وكل انسان بيؤمن بايه او ايه هي العقيدة بتاعته وربنا سامع كل انسان باي حاجة هو بينطأه ولقد ترك الاسلام للانسان الحرية الكاملة في تكوين عقيدته ولم يفرضها عليه بالقوة وانما اتخذ الحوار اسلوبا في الدعوة الى الايمان ربنا لما كان بيجي قوم بيعصوه برغم النعم اللي هو اعطاه لهم كلها لما كان الانسان ده او الاشخاص دول بيعصوا ربنا ما كانش بينزدل عليهم عذابه على طول كان الاول بيبعث لهم رسول عشان ينبئهم او عشان يهديهم الى الصراط المستقيم ويعرفهم بنعم ربنا ويعرفهم بان ربنا واحد لا شريكة لا وان فيه طريق غير الطريق اللي هما ماشيين فيه ده اللي هو طريق الجنة فكان ربنا ما بيفرضش على حد الايمان بقوة وانما كان بيتخذ اسلوب الحوار في الدعوة الى الايمان زي ايه زي الرسول اللي احنا قلنا عليهم انه هو كان بيبعث لهم الرسول للدعوة الى الايمان ليكون اعتناق الناس للإسلام ناشئا عن الاقتناع الصحيح وحتى لا يكون الايمان تقليد اعمى دون وعي او ادراك يعني ما ينفعش اننا اخلي حد يدخل للإسلام ويبقى مسلم من غير ما يكون فاهم العقيدة بتاعتنا يكون فاهم الاسلام بتاعنا ايه هو اساسه واركال الاسلام ايه هي والعقيدة الصحيحة بتاعتنا ايه هي لازم يكون عنده اقتناع صحيح بهذا الدين واعرف اقنعه بهذا الدين واهديه اليه ويبقى عنده وعي وادراك لهذا الدين فاختصار الكلام النفاة ده كله ان ربنا بيقول لنا ان حتى العقيدة الدينية لها حرية انا ما بكرهش حد او برغم حد ان هو يدخل في الدين لكن برضه ما بسيبهوش المفروض ان انا بنبيهو والمفروض ان انا ربنا بيبعث لهم الرسل او بيبعث لجخص معين حد يدعوه الى الايمان وهو حر لا يستمسك بهذه الوثيقة او هذا الشيء المحكم اللي معي استمساك كبير جدا عشان ما يوقعش في الحفرة او ان هو يختار طريق الضلال ويختار ان هو يقع في هذه الحفرة وده كان الحرية الدينية او مفهوم الحرية الدينية ومع ان الاسلام يجعل الرغم قواما على امرأته في كل ما يحقق صالح الاسرة وصالح المجتمع فانه لا يجوز للزوج المسلم المتزوج من كتابه ان يرغمهما على اعتناق الاسلام يعني حتى لو فيه زوج تزوج من حد مش مسلم ما يجوز لي ان هو يرغمه على اعتناق الاسلام او ان يمنعها من اداء عبادتها وشعائرها الدينية يعني ايام زمان لما كانوا بيتجوزوا غير المسلمين ما ينفعش ان هو كان يرغمها على اعتناق الاسلام لان احنا زي ما قلنا ما بنكرهش حد على هذا الدين لا يقراها في الدين حتى لو زوج مسلم تزوج واحدة غير مسلمة لا يجوز له ان يرغمها على اعتناق الاسلام او ان يمنعها من اداء عبادتها وشعائر دينها كان يسيبها كان بيسيب يعني زوجته حتى لو هي مثلا مسيحية ان هي بتقدي شعائرها عادي وشعائر دينها وعبادتها زيها يعني من غير ما يتدخل في دينها خالص وحتى لو امرها الامر بيبقى بالمعروف ان انا مثلا اهديها للطريق الصح بالمعروف مش بالاكراه وهو ده معنى الحرية الدينية في الاسلام والاقل اقرى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على دينهم في البندينة بعد ان هاجر اليها وسيقة الصحابة ردوان الله عليهم في هذه السنة الحميدة فتركوا لأهل الاقطار التي فتحوها الحرية في البقاء على دينهم او الدخول في الاسلام حتى على المستوى الاجتماعي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيفتح بلد زي المدينة مثلا بيحط لهم وثيقة ان هم عايزين يدخلوا على دين الاسلام ما فيش مشكلة او ان هم يفضلوا على دينهم برضو ما كانش كان ليهم حرية الافتيار في زي بس برضو الاسلام ما كانش بيسيب حد كده يعني اه انا ما فيش اقراه في الدين ومش هدخلك في دين غصبا عنك لكن لازم عن رفق طريق الطريق الصحيح وطريق الضلال او الطريق الدين اللي انت مشهد اخرته ايه وطريق الشركة اخرته ايه وطريق الاسلام اخرته ايه وانت كانسان تختار الطريق اللي انت عايزه اذا كان الطريق ده طريق اه ضلال او طريق اه طريق يعني دين الاسلام وطريق تقوى الله وده كانت ده كان الدرس اللي بيتكلم عن الحرية الدينية في الاسلام يبقى اول نقطة فيه اللي هي الحرية الدينية تاني نقطة بتتكلم عن حرية الرأي وده هنتكلم عنه ان شاء الله المرة الجاية هناخده مع بعض باذن الله المرة الجاية اللي هي حرية الرأي يبقى اول حاجة او اول نقطة اخذناها في درس الحرية اللي هي حرية الدين وفهمنا ان الدين ما بيكرهش حد على الدخول فيه ولكن بيدعوهم الى طريق الهداء حد عنده اي سؤال في جزء ده طيب انا قدت عايزة سانية يبقى اول سؤال معنا هنا بيقول لنا ما الذي يقرره الاسلام في الحرية الدينية يقرر انه لا يجوز ان يرغم انسان على ترك دين فقد قال الله تعالى لا اقراه في الدين يعني زي ما قلت منفشل ان احنا نرغم حد ان هو يترك دينه بالاقراه احنا الرسول الرسول كان لما يبعث عند حد او على قوم معين كان بيدعوهم الى عبادة الله عن طريق الترهيب والترغيب وعن طريق تذكرهم بنعم ربنا لكن ما بيكرهش حد ما بكرهش حد وما بخصبش حد على ايه على الدين ده انا بدعوه الى عبادة الله و هو بقى بيختار الطريق و ربنا بيجازيه على الطريق اللي هو اختار هيا دي الحرات ديني طيب اتخذ الاسلام الحوار لا الاقراه اسلوبا في الدعوة الى الايمان ليه الاسلام اتخذ الحوار والحرية في اتخاذ او في ان الانسان يعتنق الاسلام وما اتخذ اسلوب الاقراه لان يكون اعتناق الاسلام ناشئا عن الاختناع الصحيح لازم يكون الانسان ده اصلا عارف العقيدة بتاعته وعارف الاسلام بتاعنا بيتكلم عن ايه وبيدعونا الى ايه و ايه هي اركان الامان بتاعتنا مش اي حد هيؤمن باركان الامان احنا بنؤمن بالملائكة و احنا ما شفناهمش و بنؤمن بالبعث و بنؤمن باليوم الاخر كل ده عشان احنا ربنا حط فينا الامان منذ الولادة لكن اللي هو لسه هيدخل في الاسلام او اللي انا لسه بدعوه الى الاسلام لازم ان انا اقنعه بالاشياء دي عشان يعرف يدخل الاسلام بتاعنا وعشان يقتنع بيه فلازم يكون الدخول في الاسلام عن اقتناع و عن اسلوب الحوار ان انا اعرفه ديني واعرفه عقدي واعرفه اركان اسلامي و اركان الايمان عشان اعرف ان انا ادخله في الاسلام او في الديانة بتاعتي و ما يبقاش عن طريق اسلوب الاقراح لانه هو كده مش هيبقى داخل هيبقى داخل الاسلام مش فاهم فيه اي حين طيب يبقى ليكون اعتناق الاسلام ناشئا عن الاعتناق الصحيح الاقتناع الصحيح طيب هات من السنة و من الاحكام الشريعة ما يؤكد اقرار الاسلام للحرية الزينية من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره اليهود على ترك دينهم واعتناق الاسلام لما هاجر الى المدينة و تبعه الصحابة في هذه السنة في الفتوحات يعني رسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح مكان او كان بيفتتح بلد ما كانش بيكره اهلها او اليهود على اعتناق الدين بتاعه كان بيقوم يعني بالدعوة او باسلوب الحوار وبيعرفهم عن على زي ما قلنا اه احكام الاسلام بتاعتنا وهم يختاروا الطريق بتاعهم وتاني حاجة من احكام الشريعة انه لا يجوز للزوج المسلم المتزوج من كتابية يعني المتزوج من امرأة تانية غير المسلمة ان يرغمها على اعتناق الاسلام او ان يمنعها من اداء شعائر دينها يعني ولا يرغمها ان هي تدخل الاسلام اذا ما هو متزوجة على دين المسيحي مثلا ما يرغمهاش ان هي تدخل الاسلام او يمنعها ان هي تقدي المناسك بتاعتها او تقدي شعائر دينها وده اول حكم معنا اللي هو الحرية الدينية ان شاء الله المرة الجاية هناخد حرية الرأس بس اسئل انطبقها طيب هو نور ما بعتليش صفحة الاسلام بتاع كتاب الاضواء لو ابعتها انا عشان اختر لكم منها كم سؤال للواجه تمام طيب كده في حد عنده ايه سؤال في الدرس نا امس طيب حد عنده ايه سؤال في الامتخان الامتخان ان شاء الله هيبقى على الكام درس اللي احنا نستم راجعينهم على قسلة اللي احنا راجعناها والامتخان هيبقى سهلة جدا جدا ما فيش اي حاجة وان شاء الله هيكون في معايد الحصة او الساعة واحدة في معايد الحصة اللي عليكم اه اشوفكم على خير بإذن الله حصة جاية اشوفكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم اشتركوا في القناة شكرا